انتهت انتخابات تشريين وأعلنت النتائج ومع إعلانها كان هناك العديد من المفاجآت وجوه سابقة وبارزة أطاح بها الموصليون في صناديق الاقتراع ووجوه جديدة منحوها الثقة على ألا تخذلهم كما حصل في السنوات السابقة انتخبناهم ليكونوا صوتا لنا وليقدموا الخدمات أما مكاتبهم فنتمنى أن لا يغلقوها بعد الانتخابات ويغيروا أرقام هواتفهم هذا لسان حال من شارك في الانتخابات باحثا عن التغيير يعملون على البنى التحتية ما للموصول لساني شي مكاتبهم الموجودة يكونوا الظلمة فتوحة يسمعون مشاكلنا يسمعون طلباتنا يسمعون طلباتك وناس تعبانة يعني أنا أحد المواطنين عندي شغلة تعصب دائرة شي أنا انتخبته عليش غير أروحة راجعه أقول له يا بفلان قضية عندي بفلان دائرة أريد تمشي أمري ما بحيث هسا انتقوا عليهم هسا الكل تجاوب من تخلص الانتخابات تبدلت الخطوط لا ما يسير ملفات عديدة ومعقدة ينتظر الموصليون أن يعمل عليها ممثلهم في البرلمان العراقية منها ملف الصحة والبنى التحتية والتعويضات أيضا تحديات كثيرة ستواجه من فاز وآمال عقدها من انتخب والسنوات القادمة كفيلة بكشف من سيكون على قدر المسئولية من الموصل محمود الجماسة قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر